أتكلم على أكيد سر التفوق ده أكتر يا دكتور بس خليه كابتن أحمد أسألك بقى مسيماني مريح فاجئ الجميع لعب باربع 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 اتنين ولعب بمروان والشريف شفت إزاي أنت تعامل مسيماني مع المباراة دي أكيد طبعاً تكملة لكلام الدكتور أن فعلاً النادي الأهلي هو عنده مقاومات البطولة وده بيدل أن أنت بتكسب بره ملعبك وخصوصاً في الفترة الأخيرة أن كله كان بيتكلم على عداء النادي الأهلي أو دي مش النتائج المنتظرة من اللعيبة لكن كلنا كان محبي النادي الأهلي كان عندنا ثقة في اللعيبة أنهم زي ما كنت بطلع أتكلم محضر قبل كده أن اللعيبة عندها مقاومات البطولة الجهاز الفني عنده مقاومات البطولة وبيبانوا في المواقف دي اللعيبة لو ما عندهاش مقاومات البطولة مش هادر يكسب بره ملعبه في مباراة يعني 50-50 لكن النادي الأهلي بيحقق مكسب كبير مسترم سامانيا بشوف أنه هو عالج السلبيات تاعة المباراة اللي قبل كده حتى في الحالات الدفاعية أن الرجل بينزل بيفرض أسلوب لعبه ودي كانت مهمة جداً أن أنت نادي الأهلي وبتربع العرش أفريقيا فطبيعي أن أنت تنزل سواء داخل ملعبك أو خارج ملعبك أن أنت بتنزل بتفرض أسلوب لعبك وده اللي فرق مع شكل النادي الأهلي في الأداء لكن لعيبة عندهم قاومات البطولة لعيبة دي المباراة اللي بتعمل مدرب بتعمل مدرب كبير دي المباراة اللي بتعمل لعيبة كبيرة أنه يتحمل مسؤولية تتحمل الضغوط وأكيد مكسب يعني مش غريب عن النادي الأهلي النادي الأهلي بيلعب مفروض يلعب بره زي جوه وبيحقق مكسب بره أكيد هيضف له أن هو يتأهل الدول بعد كده إن شاء الله ودي حاجة مش غريبة لكن مستر مستماني تتعامل مع المباراة بشكل جيد وأنا بشوف أن الحاجة الإيجابية اللي تلعب بيها أنه أعالج سلبيات المباراة اللي فاتت مع حتة اللي كان يتحط في الاعتبار لفترة الأخيرة أن النادي الأهلي كان كل 3-4 ديام مباراة فده كان ضغط بدني على الفريق لكن بيظهر الفريق بشكل جيد وبيحقق مكسب كبير على فريق فيتا فأكيد مكسب مهم طبعا